مجموعة من الأسئلة وجهها نواب إلى الحكومة في زلسة رقابية ستعقد الأسبوع المقبل في عدة قضايا اقتصادية في قطاع الطاقة والاتصالات في قطاع الطاقة أكدت وزيرة الطاقة والثورة المعدنية هلزواتي في رد على أسئلة حول التحكيم في قضية اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع شركة العطارات أن الحكومة استعانت بخبراء قبل اللجوء للتحكيم وحاولت استطلاع أفاق التفاوض المباشر مع الشركة المستثمرة ولم تكن المؤشرات مبشرة خاصة أن مرحلة التشغيل التجاري للمشروع لم تبدأ وأن القضية حول الغبن الفاحش في التعرف الكهربائية حيث يبلغ معدل شراء الكهرباء مئة فلس لكل كيلوات ساعة وبعض أزاء التعرف تخضع لمتغيرات اقتصادية وفي سؤال حول ديون شركة مصفات البترول قالت وزيرة الطاقة أن وزارة المالية حصرت جميع ديون الحكومة وتم تزويد الشركة بجدول زمني لسدادها على مدى سنتين بدءا من عام 2021 مشيرة إلى أن حجم الديون المتبقية تبلغ مئتين وسبعة ملايين دينار عن العام الفين وتسعة عشر وفي قطاع الاتصالات طرح أو طرح سؤال عن إجراءات هيئة قطاع الاتصالات حول عملية فصل شركات الاتصالات لخطوط البطاقات المدفوعة مسبقا أكدت الهيئة متابعتها للقضية موضحة أن عقود الاشتراك لا تتضمن مهلة زمنية محددة لشحن الخط قبل فصله كليا مع اختلاف المدة حسب كل شركة وأنه في شهر تموز الماضي عدلت الشركات سياستها واعتمدت يوم واحد قبل فصل الخط ومع المتابعة قامت الشركات بداية العام الحالي بتطبيق سياسة جديدة بتحديد المهلة حسب طبيعة الاشتراك